السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة استفد مرحبا بالجميع اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسو دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر هل تعلم ماذا يحدث لجسمك اذا اكلت تين شوكية يوميا لن تصدق التين الشوكي او التين البربري او الصبار او الهندي كما هو شائع عندنا كلها اسماء تطلق على تلك الثمر التي تعرض هذه الايام باسواق وشوارع وطرقات مدننا بشكل واسع ولافت للنظر لكن هل سألت نفسك يوما ما هي فوائده حسنا اليك العديد من فوائد التين الشوكي اولا اكدت الابحاث الطبية ان التين الشوكي الفاكهة الوحيدة التي لها فعلية حقيقية في مساعدتنا على هضم المواد الدهنية وكذلك وجبة الطعام الدسمة وينصح خبراء التغذية بتناولها عقب الوجبات الدسمة اثنان يصعد تناول التين الشوكي في القضاء على رائحة الفم غير المستحبة ثلاثة الوذور السمراء في داخل التين الشوكي لها تأثير ايجابي فعال في التنشيط الطبيعي لجدران المعدة والامعاء رابعا تناول الثمار التين الشوكي افضل طرق الوقاية والعلاج لحالات عسر الهضم والامساك وقد وجد بالتجربة العملية ان الحل الامثل لتنظيف محتوى الجهاز الهضمي من الفضلات الضارة هي تناول التين الشوكي خامسا التين الشوكي يساعد في هدوء الاصاب سادسا استعمل العرب قديما ورق التين الشوكي في علاج متعب الجهاز التنفسي خاصة سعال الديكي وذلك عن طريق شق لوح او ورقة التين الشوكي بالطول من جانبها الى نصفين دون انفصالها عن بعضها ثم يضعون بداخلها مسحوق السكر الناعم ويتركون اللوحة معلقا بالخيط على ارتفاع مناسب من الارض لفترة مناسبة حتى تبدأ تسيل منه مادة لازجة تشبه العسل ليتناولها المريض بمعدل ملعقة كبيرة كل يوم مساء وقد ادى ذلك الى شفاء الكثير من الحالات التين الشوكي من الفواكه الصيفية التي يحبها الكثيرون وهو يمد الجسم بربع ما يحتاجه الجسم من عنصر البوتاسيوم والماغنيسيوم الذي يقل جسم من مشاعر التوتر وينظم درجة الحرارة ثمانية يقول الدكتور سمير امام مدير الطب الوقائي بالمنوفية ان التين الشوكي له فواد صحية متعددة يمكن الاستفادة منها عند تناوله خلال هذه الايام التي يكثر فيها حيث ان التين الشوكي مفيد للاشخاص المصابين بقرحة المعدة ويحمل اغشية المخاطية للجهاز الهضمي تاسعا يقول الدكتور ايضا ان احتواءه على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم يساعد على انقبض العضلات واحداث حالة من التوازن والهدوء العصبي اضافة الى امداد الجسم بعنصر الحديد وفيتامين سي وبي وان واتو عاشرا التين الشوكي من اغذية الرشاقة حيث يحتوي على نسبة ضئيلة من السعرات الحرارية فالثمر الواحد تعطي ثلاثين سعرة حرارية وبه نسبة منخفضة من ملح السوديوم وبالتالي فهو يفيد في انقاص الوازن شكرا على المتابعة لا تنسوا دعم المقطع بلايك والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة استفد مرحبا بالجميع اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر هل تعلم ماذا يحدث لجسمك اذا اكلت التين الشوكي يوميا لن تصدق التين الشوكي او التين البربري او الصبار او الهندي كما هو شائع عندنا كلها اسماء تطلق على تلك الثمر التي تعرض هذه الايام باسواق وشوارع وطرقات مدننا بشكل واسع ولافت للنظر لأك